مذياع جدي ما أن تبتدئ العطلة حتى أكون رفقة أسرتي في البادية عند جدي فهو رجل طيب وكريم يحب عمله في مزرعته ويهتم كثيرا بأشجار الزيتون خصوصا في موسم جنيها اعتاد أن يأخذني معه صباح كل يوم ويعلمني كيف يشدب الأخصان ويسقي المروج ويوسع الأحوال كنت أرى في عينيه نشوة الفرح وهو يشتغل في صمت ومما دعاني إلى الاستغراب هو أن المذياع لم يكن يفارقه أثناء عمله يعلقه على غصن إحدى الشجرات بعدما يشغله ويقول لي مازحا إياك يا سامي أن تقترب منه وفي يوم من أوقات الظاهرة انتهى من عمله وجلس بجنبي مبتسما باغته بسؤال لماذا تحب المذياع يا جدي ألا ترى معي أن وسائط التواصل كترت وتطورت صورة وصوتا وأنت ما تزال تحتفظ بهذا الصندوق القديم انظر إلى هاتف المحمول أخبار ومعلومات وألعاب وخرائط وصور كل شيء في هذا الهاتف سأعطيه لك هدية يا جدي اقترب الجد من حفيده قائلا إنك لا تعرف كثيرا من الأشياء يا سامي فالمدينة لا تشبه البادية كما تعتقد فأنا مثلا أحب المذياع لأنه يؤنسني في عملي يفيدني بالاستمتع إلى ما يقع في العالم من أخبار ومعرفة أحوال التقص والإرشاد الفلاحي رد سامي وهل التلفاز تنقصه هذه المعلومات؟ قال الجد وهل العمال يتواجدون في الحقل أم في البيت؟ تصور معي لو شغلنا تلفازا في هذا المكان هل تعتقد أن الفلاحين سيعملون؟ طبعا لا وبذلك سيصبح التلفاز مصدرا لإضاعة الوقت والاسترخاء نحن هنا في الحقل يا سامي من أجل العمل والإجتهاد اقتنع سامي وقال كلامك على صواب يا جدي ابتسم الجد وأضاف المديع يا ولدي يتكلم بلهجتنا لذلك نفهمه ويطرح مشاكلنا المحلية ومن أجل هذا نحبه ويتحدث عن اهتماماتنا واحتياجتنا فنستأنس به ثم إنه هو الوسيلة الأوفر والأكثر شعبية بالنسبة للكثير من أبناء القرية صفق سامي وقال لقد أقنعتني بأجوبتك بل وأفذتني الآن علمت لماذا تحب المديع أكثر من أي وسيلة تواصلية أخرى مذياع جدي ما أن تبتدئ العطلة حتى أكون رفقة أسرتي في البادية عند جدي فهو رجل طيب وكريم يحب عمله في مزرعته ويهتم كثيرا بأشجار الزيتون خصوصا في موسم جنيها اعتاد أن يأخذني معه صباح كل يوم ويعلمني كيف يشدب الأخصان ويسقي المروج ويوسع الأحوال كنت أرى في عينيه نشوة الفرح وهو يشتغل في صمت ومما دعاني إلى الاستغراب هو أن المديع لم يكن يفارقه أثناء عمله يعلقه على غصن إحدى الشجرات بعدما يشغله ويقول لي مازحا إياك يا سامي أن تقترب منه وفي يوم من أوقات الظاهرة انتهى من عمله وجلس بجنبي مبتسما باغتته بسؤال لماذا تحب المديع يا جدي؟ ألا ترى معي أن وسائط التواصل كترت وتطورت صورة وصوتا وأنت ما تزال تحتفظ بهذا الصندوق القديم انظر إلى هاتف المحمول أخبار ومعلومات وألعاب وخرائط وصور كل شيء في هذا الهاتف سأعطيه لك هدية يا جدي اقترب الجد من حفيده قائلا إنك لا تعرف كثيرا من الأشياء يا سامي فالمدينة لا تشبه البادية كما تعتقد فأنا مثلا أحب المديع لأنه يؤنسني في عملي يفيدني بالاستمتع إلى ما يقع في العالم من أخبار ومعرفة أحوال التقصي والإرشاد الفلاحي رد سامي وهل التلفاز تنقصه هذه المعلومات؟ قال الجد وهل العمال يتواجدون في الحقل أم في البيت؟ تصور معي لو شغل تلفازا في هذا المكان هل تعتقد أن الفلاحين سيعملون؟ طبعا لا وبذلك سيصبح التلفاز مصدرا لإضاعة الوقت والاسترخاء نحن هنا في الحقل يا سامي من أجل العمل والإجتهاد اقتنع سامي وقال كلامك على صواب يا جدي ابتسم الجد وأضاف المديع يا ولدي يتكلم بلهجتنا لذلك نفهمه ويطرح مشاكلنا المحلية ومن أجل هذا نحبه ويتحدث عن اهتماماتنا واحتياجتنا فنستأنس به ثم إنه هو الوسيلة الأوفر والأكثر شعبية بالنسبة للكثير من أبناء القرية صفق سامي وقال لقد أقنعتني بأجوبتك بل وأفذتني الآن علمت لماذا تحب المديع أكثر من أي وسيلة تواصلية أخرى شكرا